طب وعلى ذكر برضو المدربين اللي عملوا محمد عودة ده ما عجبنيش بقى التقادي عودة المحلة يلمك يلمك وانت قاعد من عالقهاو وتشتغل معاهم وربنا يكرمك معاهم واسمك يلمع ولما ربنا يديلك تفترع عليهم وتسفهم عقدك بيديك الحق شرط جزائي يلا خدوا شرط الجزائي طب ما انت كنت قاعد عالقهوة يا ابن يا ابن انت كنت قاعد عالقهوة وعملت لعب طاولة وضمنة ومش لقى شغلانة فرقة المحلة خدتك وكبرتك افترع عليهم واخدر بيهم ولا سأراجع للمقاولين ضامن انك انت انها تمشي معاك في المقاولين ما انتش ضامن ده كله عنده الرزق بتاع ربنا ليه تخدر بالمحلة لو انت محترم كنت حفزت على عقدك كنت حفزت على مجهودك تعمل فترة اعداد ممتازة مع المحلة لكن انت تقوم عامل كده لا 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 انا زعلان منه طول عمرك راجل اخلاق ومحتارة هتقول لي استخدمت عقدك فيه فرق بين استخدام العقد وهو حق مشروع لك قانونا لكن فيه حق اهم من حق القانون والحق الادبي والمعناوي ناس بتاعة المحلة توسمت فيك انك مدرب كوف ووفرت لك الامكانيات عملت لك راتب اللي افتراع الجيش ده بياخدوه في سبعة طوش تلتمائية خمسين الف جنيدة كان راتب بسيونة اربعين الف مثلا يعني فالناس قدرتك ماديا وقدرتك فنيا ومعاك فرقة كويسة وماشي كويس تقدر ليه تغير العتبة غصبي ليه تحط المحلة في ورطة ليه انا بكلمك بجولي امانة فاللي عمل محمد عودة غلط وادارة نادي المقاولون العرب اللي كانت بتسرخ وبطلتم لما كان بتيجي عروض لعماد النحاس المسلم قبل الماض عشان يمشوا في مقدماتها عرض النادي الاهلي كانوا بيعودوا ينوموا الناس وعيبوا سبونا ولي 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 طيب شمعنا انت النهاردة عملت نفسي اللي كان بتعملوا لانديها الاخرى كانت فيه عروض خيالية بتيجي العماد النحاس كنت انت زعلان منه ومنها عرض برامت مفيش مقرب الفلوس اللي بياخدها في المقاولين ابني من الابناء المقاولين ما كانش يشتغل في المحل لكن المحل اخدتك وشغلتك وكبرتك ولماعت اسمك ماكبش انت تخضر به حق ربنا بقوله وقدرت المقاولين العرب برئاسة منص محسن صلاح غلطت لان لو انت بتكلم في الشرط الجزائي كانت فيها انديها كترة جدا عايزة تلفع الشرط الجزائي العماد النحاس في السين اللي فات لكن كان بتحترم رجل محترم والمهندس محمد عادل فتحي المشف على كرة القادر لنا كانوا بتلعبوا لها عيب وسبونا واستقرار النادي طب انت بتحل لنفسك استقرار النادي وتروح تهز استقرار المحل ماينفعش يعني ماينفعش ومايردوش ربنا يعود وربنا مشي كريمك خلي بال بتجري لانا بقولك ده ربنا مشي كريمك لانا غدرت انا مع القيم الاخلاقية مش مع نصوص العقود انت غدرت بالمحل شو ممكن ربنا يا كريمك وحتمشي للمقاولين بشكل وحش وفي تجري اللي بيقولك انكل ابرمعات زكي استورت اليوتيوب وعلى موارع البحار طيب لايك وشير وصلي عزين بيقولك